موسيقى السلام عليكم في آية و رواية حيث تبحر بنا سفينة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بحور معاني الكتاب و مقاصده و هي دقائق نكون فيها مع الكتاب و العترة حيث لا رأيه و لا ظنه و لا استحسان و إنما إنصات و استماع للذين لا يفترقان آية اليوم هي الآية السبعة من سورة آل عمران آية المحكم و المتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات و هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولو الألباب و أما الرواية المتعلقة بهذه الآية فهي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال لرجل إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر و هو كلام الله و تأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك و تعالى شيئا من أفعال البشر و لا يشبه شيء من كلامه كلام البشر و كلام الله تبارك و تعالى صفته أي صفة الله و كلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك و تظل هذا القول الشريف يتضمن قضايا مفصلية و دقائق علمية في موضوع التعرض لتفسير كلام الله و لنضع ذلك في نقاط موجزة أولا بعد التحذير الشديد من أمير المؤمنين عليه السلام من تفسير القرآن بالرأي نلاحظ أنه عليه السلام يقول إياك أن تفسر القرآن برأيك و لم يقل لا تفسر القرآن برأيك فإياك تفيد شدة التحذير نلاحظ بعد ذلك يقول بالاستثناء الذي وضعه شرطا للولوج في تفسير كلام الله و هو أن يفقهه عن العلماء لا بد أن يكون هناك شرط في التفسير أن نفقهه نفقه التفسير من العلماء فالمعنيين بالعلماء هم موالينا الأئمة الاثنى عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعتهم و دليله أننا جميعا خلا موالينا يشملهم هذا الشرط و إن كل من اتجه لتفسير القرآن فإنه ما لم يفقهه أولا عن موالينا عليهم السلام و عن رسول الله صلى الله عليه و آله فإنه سيظل و يظل الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله قال إني تاركن فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترة أهل بيتي فالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله جعل البيان عنهم فإني تاركن فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترة أهل بيتي فقد نبأني العليم الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوث فإذن عدم الافتراق بينهم دليل على أنه لا يمكن أخذ التفسير إلا منهم مع التنبيه إلى أن نعتهم بالعلماء مما له شواهد كثيرة في الروايات الشريفة يعني عندما نجد في الروايات قال العالم فالمقصود بها موالينا مولانا الإمام الكاظم ثانيا الاشتراك أيضا في الحديث الذي ورد بين كلام الله و كلام البشر في المادة التي يبنى بها الكلام يعني اللغة اللغة مشتركة هذه لغة عربية وهذه لغة عربية إذن هناك ممكن أن يتواهم الإنسان أن هناك شبه ووحدة مقاصد بينما الحقيقة ليست كذلك من جهة أن كلام الله فعله هكذا يقول الإمام الذي لا يشبه فعل خلقه فهو الكامل الذي يدل فعله على كماله فلا يحصل شبه بين فعله وفعله سواه مطلقا و من هنا جاء تنبيه الإمام على أنه و إن كان كلام الله يتكون من حروف و مفردات و جمل هي نفس ما يتكون كلامنا منه إلا أن الأصل في إنشاء الكلام هو إصابة المقاصد و بيان الحقائق و هذا يعني أن كلام أن كلام الله نافذ و كاشف لكل شيء فلا يصح أن يشبه في مضامينه أو تأويله شيء من كلام البشر و إن بدأ ذلك في اللفظ أو الصياغات و كمثال على ذلك نذكر الفارق بين البشر بعضهم عن بعض باختلاف مقاماتهم العلمية و إن اشتركوا في البشرية من جهة أن الهيئة الجسمانية نلاحظ بأنها بشر فنحن بشر و الرسول صلى الله عليه و آله كذلك و من يرى الرسول في أهيئته الجسمانية يستشعر الشبه من هذه الناحية لكن المضمون الرسالي الذي هو متحقق في الرسول يمثل فصلا تام بينه و بيننا كالفصل التام بين فهمنا لمقاصد كلام الله و فهمه صلى الله عليه و آله لكلام الله و من واقع هذا المثال نستطيع أن نعي ما أراد أمير المؤمنين ما أراد أمير المؤمنين عليه السلام الإشارة إليه عندما ذكر الاختلاف بين فعل الله و فعل سواه في معرض تحذيره عن تفسير كلام الله بالرأي إلا بعد أن يفقهه المر عن العلماء أي عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام و ذلك بضميمة أن التأويل و بيان المقاصد هو حاصل كفعل لله سبحانه و تعالى في نفس الرسول صلى الله عليه و آله و كفعل لله سبحانه و تعالى و لرسوله في موالينا عليهم أفضل الصلاة و السلام الذين هم العلماء بنص الحديث فلا يجري إمكان لسواهم على تفسير كلام الله إلا عبر تفقهه عنهم فمن هذه الناحية لا بد أن يكون الارتكاز على ما يقول موالينا فقول الإمام عليه السلام كلام الله صفته يفيد أن كلام الله مظهر قدسه و سبحانه الذي يتجلى فيهما كماله و جلاله فلا إمكان لأن يحيط به تفسير يقوم على رأيه الإنسان القاصر الموسوم بالنقص و الجهالة و إنما يفسره من هو مماثل لكلام الله في دلالته عن الله تبارك و تعالى أي من يكون من البشر ما ظهر قدس الله و سبحانه و كماله و جلاله و هو رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته الطيبين الطاهرين فهم الأدلاء على الله و التامين في محبة الله و المظهرين لأمر الله هكذا ينتهي الوقت و نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج آية و رواية موسيقى 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 موسيقى